وننهي نشرتنا بإنجاز بحريني جديد حيث حقق الفريق الملكي عبر الفارس رائد محمود بشعار فيكتوريوس لقب مهرجان هنغاريا الدولي الفروسية الذي يقام سنويا تحت رعاية رئيسة هنغاريا ووسط مشاركة واسعة من الفرسان واستطاع الفارس رائد محمود بشعار فيكتوريوس تحقيق المركز الأول بعد منافسة قوية طوال البطولة التي أقيمت على مدار يومين حيث يتم اختيار فارس من المتأهلين من كل مجموعة للتنافس في اليوم الختمي في المسابقات النهائية التي شهدت بروز رائد محمود وأحرازها المركز الأول بجدارة واستحقاق وقدم الفريق الملكي مستويات بارزة في المهرجان الذي يشتمل على مسابقات للفروسية مختلفة للهوى وعروض أكروباتية على ظهور الجياد وسبقات السرعة في ميدان مسافة 300 متر هذا وكانت البطولة شهدت إقامة تصفيات أولية ثم يتأهل الفائزين إلى الشوط الختمي اشتركوا في القناة